شفنا الاستعدادات النادي الاهلي بيستعد بالشكل اللي يليق بالمباراة ولكن قبل ما نستقبل ضفنة وقبل ما نطلع لفاصل هستغل ان معايا حد عنده خبرات اعلامية وبيتحدث دايما برصانة وبهدوء عشان انا اشوفي ظاهرة اعلامية نتكلم فيها وشفناها اليومين اللي فاتوا شفنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الميكيا فيلية الاعلامية عند البعض اللي كان بيقول فكرة انا مش هلعب بحكم مصري بقى دلوقتي بيقول لا انا عايز العب باي شكل المباراة تتأجلش ويجاهر بان النادي الاهلي عنده اصابات مفيش مبدأ شفنا كمان لاعب زي الشناوي تعرض للاصابة في فيروس كورونا بيكون فيه كلام عن ان اللاعب مسحته التالتة تطلع سلبية لان ممكن كل شيء يتلع فيه انت متخيل بدل الروح الرياضية بتتمنى اللاعب السلامة بتفكر وبتتعامل اعلاميا بالشكل ده هلاك بتشوف الظاهرة الاعلامية دي والمستوى ده من الحديث اللي بيكون مرسل واللي بيصير التعصب حضرك شايفه ازاي دي مشكلة طبعا محمد انا متفق معك احنا تعلمنا زمان في ابجادات الاعلام يعني انه الاعلام يخلق له ارضا ويؤثر فيه وبقدر ما بيكون خطابك الاعلامي هو خطاب واعي ومحترم وبعيد عن فكرة التعصب والتطرف وبث الكراهية بتقدر تصنع اعلام جيد ومحترم يسهم في الحفاظ على وجدان هذه الامة في النهاية حتى اللي بينتمي اي انتماء ايا ان كانوا هذا الانتماء مش بالدور الرياضي بس الكل ينتمي الى وطن واحد والمظلة الكبرى التي تضلل على الجميع هي مصر فالحقيقة انه بعض التصريحات اللي بتخرج من المعسكر الاخر بعض المواقف بعض التصرفات بتدعوا فعلا الى نوع من الدهشة من الغرابة لكن احنا تعلمنا وتعودنا في النادي الاهلي وده النهج الحقيقة اللي احنا بنمش عليه انك بتشتغل على نفسك لا تنظر ابدا الى المنافس ولا تعول على تصريحاته ولا تعول على مواقفه بتاخد انت المواقف الا بتتسق مع قيم النادي الاهلي ومع مبادئه مع مصلحة النادي واحيانا كتيرا النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقة وده واضح جدا حتى في عاد الكابتن محمود الخطيب انه بيعلي من قيمة المصلحة العليا بعيدا عن النظرة الضيقة للمنافسات وانا تبعتكم الحقيقة كتير سواء في اطلالتك او في كتابتك قدمتوا نمازج ازاي النادي الاهلي اتصرف في بعض المواقف مقارنة ببعض صرفات اخرى مع المنافسين فما فيش مقارنة حقيقة لكن هو ده النادي الاهلي يعني حبينا ندي رسالة ودرس للبعض اتمنى البعض يقعد ويستفيد من اللي تقال لانه فعلا لو بص فيه حيلاء دروس وهكذا هو نحن وهكذا هم